السلام عليكم مرحبا بكم معايا في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضر واحد تشكيله تلي كيشو رائعين بالنسبة لتزيين هذا الشكل فرميسيل وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة و بواحد المكوين فقط و كتحولين اقتصاديين ايضا بالنسبة لها تشكيله هذو فحنا يقلقوهم كيتباعوا لبراه ولكن الصراحة كيكون الثمن ديالهم اللي هو مرتافة يعني ناخدوش حال ما اخضينا يعني ما كيقتناش بالنسبة لتزيين وايضا اللي كيسلحون تزيين لزيين ديال الحاجات سواء الحلويات السابلي سواء الحلويات ديال بخيستيج سواء اللي بوبكيك اللي كابكيك اللي التورتات لأي حاجات اللي فيغين لغلاس اي حاجات بغينا نزيينو بهم كيمكن نزيينوهم و كيجو رائع في المنظر ديالهم و بطريقة اللي هي سهلة كيبقود لكم و كيتحو اقتصاديا ايضا هنا يبغيت نوريكم بالنسبة لناس اللي كيتواجدوا في المناطق اللي هي بعيدة لندينو و ما كيكونوا شي كيتوفروا لها تشكيلة هذو كيتباعو كيمكن لهم يحضروا هون في البيت بالعجين ديال السكر و بطريقة اللي هي سهلة ان شاء الله هتشوفوها معي في الفيديو قبل ما مرون طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل شاء الله بكل ما هو جديد و دبان خليكم مع الطريقة تحضير فهنا ايو بالنسبة لطريقة و المقادر اول حاجة كان احتاجوا العجين ديال السكر هنا اخذت العجين ديال السكر انا اخذت اللي هي جاهزة يمكنكم تعدلوها في البيت هنا بعد ما اخذت العجين ديال السكر قسمته على ستاو واللونتهم بالالوان اللي عندي يمكنكم تستعملوا اي لون عندكم وهنايا كناخد العجين و كنطلقوا فوق الطابلة ديال العمل هنا باش جيكم الخدمة سهلة كنحتاجوا شوية ديال النشاء او الميزينة كنرشوها في الطابلة ديال العمل و كبدو تطلقوا فالعجين ديالنا بالنسبة للعجين ما كتطلقوها شرقيقة كتطلقوها كتخلي واحد شوية غليضة باش مني كتعملوا الشكلة ديالكم ما كيبقوا شوية تكسرو يعني ضغيا هنا كيف كتشوفوه فهي كتطلق بكل سهولة هنا ضروري مني كتاخدوها كتعجنوها مزيان باش كترتب باش كتجي سهلة في خدمة دياله و هنا ايام بعد ما اطلقت العجين هنا ايك انا اخدو هاد المريشمات هادو اللي كيجو صغار على هاتشكل هادا و كين اللي كيجو صغارين عليهم هنا يكن على الشكل نجمة وارضة القليب يعني كتعملوا اي شكل عندكم و اي حجم بغيتو انا الصراحة هنا كنعملو مصغارين اللي هيدا و لكن باش ما ياخدو ليش شوية ديالوقت فعنستعمل هاد المراشم هادو هنا ايك انا اخدو المرشم مباشرة كم دهو نقطعو في العجين ديال السكر و كنعملو في السينية مبعد مع متل الورق ديال الزبدة دارو ريتعملو الورق ديال الزبدة باش ما كيلو صغولكم شي في السينية و كم قام مستمره عليها تشكل هادا و كم قام مستمره عليها تشكل هادا موسيقى و انا يعني بعد مسالة اللون في الغوز بعد ما قطعتهم هادا هي صغارين لشكل قليب بالصراحة كيجو رائعا في المنظر ديالهم هنا ايك انا اخدو العجين في اللون الأسفار و دائما كنعملو شوية ديال ناشا باش كتجينيس سهلة في الخدمة دياله و كنطلقها بالنسبة انطلق دائما كن اكد عليكم انكم اطلقوها شرقيقة كتخليوها و اقليطها واحد شوية هنا ايك انا اطلق العجين موسيقى هنا بالنسبة للمرشم اللي انا استعمل فانا استعمل هادالوريدات هادول كيجو صغارين في الحاجم دياله و بنفس الطريقة كنقطعهم مباشرة ايضا كننزلهم فوق الورق ديال الزبدة هايدا باش مكي لسقوناش في السينية بالنسبة للمرشمات فكتستعملوا اي مرشم عندكم او كتستعملوا شكل واحد يعني لحسب اختيار ديالكم تومة فانا مقام استمره بنفس الطريقة حتى تنكب العجي الاصفار اللي عندي كامل موسيقى ايه ضروري كمدن فرقهم على بعدياتهم هايدا باش مكي لسقوناشين تاكي بدوني نشفو مره مره كنحرك هايدا باش كي نشفو موسيقى وهنا ايه اخديت العجين في لوم الاخضار و احتوى انا اطلقوه بنفس الطريقة مع شوية ديال شاه هايدا باش كتجيني خدمة سهلة بالنسبة للناس اللي عيسوا بلوني واش يمكننا نعوضوا العجين ديال السكر بالعجين ديال الشوكولة فانا هنا ايه كان نفضل العجين ديال السكر لانه خدمة دياله كتجي سهلة ثاني حاجة اذا بغيت نحتفظ بهم يعني لواحد المدة طويلة كيمكن اللي نحتفظ بهم ثالث حاجة هو انه ممكن بالنسبة للعجين ديال السكر معروف انه ينشف ضغيان وهي دا كي يجون يستهلين لان مش نحتفظ بهم ونجمعهم كدالي بالنسبة للعجين ديال الشوكولة يعني توا كي يجي ساهل في الخدمة دياله كل شي ولكن اذا جمعتهم شي بوطا او شي علبة وبغيتوا تحتفظوا بهم اذا كانت عندهم غير واحد شوية ديال الرطوبة فذيك العجين ديال الشوكولة كتبقى تدوب ويعني او كتبقى تلسق يعني كيبدو يلسقوا مع باطياتهم وهي دا كي يقولي الشكل ديالهم يعني ما صالحش للتزين فانا هنا دايما كنفضل بالنسبة بحال هاد الفغمسين هادو كنفضل العجين ديال السكر لانه هو اصلا حتى اللي كيتباعوا يعني لي كناخدهم هيدا من على برة فهم مصنوعين من العجين ديال السكر فانا كنفضل العجينة السكر كتكون احسن وهنايا بالنسبة للعجين في اللون الاخضر فانا اخديت هاد نجيمة هادو صغارين وعمضل قطعهم بنفس طريقة ودائما كان اكد ضروري يكون عندكم الورق ديال الزبدة باش مكي يلسقوا شي فانا هنايا ضروري عمقام السمرة حتى نكمل العجين اللي عندي كامل فبالنسبة للناس اللي ما عندهم شي مرش مات فانا هنا ينوركم واحد طريقة اني كتاخدوا العجين وكتحربلو هرقيق يعني طول ما حربلتو هرقيق يجي احسن وباش تجيكم خدمة سهلة ضروري كتستعملوا شوية ديال نشا انا هنا يعني حرب اللي عجل اللي عندي فانا كيف كتشوفوا معي فانا كنحربلو معلات شكلها دا يعني كيكون نور قاقي وامقام السمرة حتى نكمل العجين اللي عندي كان وانا يام من بعد مساليت كيف كتشوفوا معي فانا كنجمعوا هيدا مع بعض ياتهم وكنناخد واحد السكين وكم قا نقطعهم هيدا صغارين بحالش كد يالفغ مثال يعني تاهدو كيجوا سهلين او ما كيجوا مزونين بالنسبة للتزيين حتى بالنسبة الالوان فكتستعملوا اي لون عندكم او كتستعملوا حتى اللون الاسود هيدا بش كيجيب حاشك ديالفغميسيل ديالالشوكولات فكيشوفتوا معي فهي طريقة سهلة بالنسبة لها الشكل هادا فانا مقام السمرة حتى نكمل انيا بعدما كنسليهم داروية كمدا نفرقها ومعيدا على الباطياتهم باش ما كيليسقوشي كيف شوتوفة هنيا بالنسبة للعجن ديال السكار فادغيان كيينشف هنيا بداوا كينشفوا معي وهنايا كيف كتشوفو معيها من بعد ما ساليت كيجوا عليها تشكل هادا هنايا مرة مرة كيف قوتكم كنحركهم باش كينشفوهم زيان وكينشفوهم كل جيهة هنايا ايضا خديت العجين في اللون الاحمر اللي عمدلون نفس طريقة دي العجين في اللون الازرق وهنايا بالنسبة للعجين لون الابيض فانا حربلتهم هدايا يعني صغارين على الشكل كويرت اللي هما صغار يعني هادو بالنسبة الناس اللي ما عندهم شي مريشمات يعني كيم كلهم يعملوها تشكل هادا او يمكن لهم يطلقوا العجين وكي قطعوه للشكل مربعات صغار غيب السكين يعني كيبقى لحسن اختيار ديكم انتو ما بالنسبة الناس اللي ما عندهم شي مريشمات اما اذا كانوا عندكم مريشمات ترى كيمكلكم تعملو بزاب دي الاشكال وبزاب دي الالوان وصراحة كيف شوفتو فهي الطريقة دي لهم مساهلة وبسيطة فانا هنايا بعد ما كنساليه كنخليهم عليها تشكل هادا كيباتو ليلة كاملة حتى كينشفوهم زيان هاد كنستعملوهم وانا ايام بعد ما كنخليهم حتى كينشفوهم زيان وكنتأكدو بانهم نشفو معي لسقوشي معنا كنجمعوهم في العلب خاصة ينبزاج اذا بغينا نحتفظو بهم ايضا يمكننا نحتفظو بهم واحد المدة طويلة المهم هو انكم نيت اخدو العجين دي السكر ضروري انكم كتشوفو التاريخ الصلاحية ديالو وبدك التاريخ نيت كتعملوه على العلب ديالكم وهيدا كيمكلكم تحتفظو بهم كيف شوتو معي فهي الطريقة السهلة كيجووا رائعين في المنظر ديالو بحالي كناخدوه من الابرة ايضا كيمكننا تستعملو الاحجم اللي بغينا الالوان اللي بغينا الشكلات اللي بغينا وكيف شوتو معي فهي الطريقة السهلة وفسطة كنتمنى تجربوها كنتمنى ايضا اذا اعجبكم الفيديو دياليو ما تنسوش تمنى الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديو هدينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله على الجامع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة